موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم و أهلا بكم في آخر طبعة و كل عام و أنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمتين العربية و الإسلامية بالسلام و المحبة قبل الانتقال إلى عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم سأنتقل إلى القاهرة مع سيد أسامة الدليل رئيس القصم الدولي في جريدة الأهرام العربي في اتصال هاتفي و أنوه أيضا إلى أن السيدة نور الهدى ذكي عضو مؤسس في حزب الدستور المصري ستكون معنا خلال هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية سأبدأ مع السيد أسامة الدليل أهلا و مرحبا بك سيدي أهلا و سألني سيد أسامة بالأمس صدر إعلان دستوري جديد أريد منك أبرز النقاط نقاط الاختلاف و الالتقاء بين هذا الإعلان الدستوري والإعلان الدستوري السابق الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي لا هنا لا تجوز المقارنة تجوز المقارنة ما بين هذا الإعلان وبين الدستور المعيد الدستور الطائفي الذي أقرته جماعة الإخوان المسلمين و صاغته بطريقة مفابرة كذا تليل المسألة ما خدتش 48 ساعة و ظهر إلى العلن و حشدت الإخوان من أجل التصويت عليه عندما نقارن صح أن هناك بعض الاختلافات في هذا الإعلان الدستوري هناك بعض فقهاء قانون يتحدثون عن بعض الأمور ولكن هو في النهاية إعلان دستوري لتسيير الأمور لمدة أربع شهور أهمنا فيه هو أننا تخلصنا من نادة خطيرة في الدستور الذي فغه الإخوان وهو كان ينص على طائفية الدولة أن هذه الدولة دولة مذهبية الأمر الآخر أيضا أن رئيس الجمهورية له صلاحية التنازل عن أراضي والتصاوض بشأن الأراضي يعني كان دستورا في الحقيقة يعني شاهم في فياغته المدعو نوح فلتمن الأمريكي وهو أيضا نفس الشخص الذي أشهم في فياغة الدستور العراقي وكان هذا الدستور مطلبا أمريكيا أنا عايز أقول لحضرتك أن ما تشهده مصر هذه الأيام هي إعادة فياغة التاريخ العربي كله لأنه في أطراف فيما يبدو ستخرج نعم من المشهد إلى خارج التاريخ خالص أهمها الإسلام السياسي وأهمها أيضا النفوذ الأمريكي طيب هل يلبي هذا الإعلان الدستوري رغبات ومطالب المعارضة المصرية معارضة الإخوان المسلمين بطبيعة الحال؟ لا الإخوان المسلمين رفضين الحالة جملة وتفصيلا يعني ومما في انتظار في الحياة إشارة أمريكية يعني يأما يروحوا لديوتهم يأما يستمروا في اللي هم عليه ودعني أقول لك أن المشهد الحالي اللي قد يتسم ببعض العنف لا أحد يمارس العنف في مصر سوى جماعات الإسلام السياسي لا أحد يوقع المجتمع تحت ضغط الترهيب والترويع غير جماعات الإسلام السياسي ودعني أقول لك أن الشارع في مصر قد وصل إلى قناعة بأن غير مسموح لبلد بقالها 7000 سنة أن تعيش في ظل الإرهاب أو الفشل أو التخلق العقلي يعني أفهم منك أنك تحمل جماعة الإخوان المسلمين الأحداث التي جرت بالأمس أمام مقر الحرس الجمهوري يا فنم أنا لا أعيش بعيدا عن هذه المنطقة وأيضا هناك الكثير من شرائط الفيديو المصورة جوا والمصورة أرضا والمصورة من زوايا متعددة وده غير طبعا تعمد الكذب وتصوير أن هناك قتل الأصفال ويطلح بعد ذلك أن هذه الصور مصربة من سوريا ده غير تورط بعض إخواننا السوريين اللاجئين في نصر في الأحداث الموضوع تعقد جدا جدا وتركبت عليه أمر خطير ما كنتش أحب أن يحصل أنه تصدر تعليمات بأن السوريين بعد ذلك يدخلوا مصر بتأشيرة مسبقة وموافقة أمنية خاصة بعد تورط ما لا يقنى عن 90 ألف سوري لاجئ في القاهرة أصلا من جماعة الإخوان المسلمين في هذا العنف وحوادث عنف أخرى تتعلق بإطلاق نار على المتظاهرين في ميدان التحرير على كل حال أشكرك جزيل الشكر السيد أسامة الدليل رئيس القسم الدولي في جريدة الأهرام العربي على هذه المداخلة وأنتقل إلى السيدة نور الهدى ذكي وهي كما ذكرنا في هذه المقدمة عضو مؤسس في حزب الدستور المصري أهلا ومرحبا بك سيدتي أهلا بك أهلا وسهلا ما بعرف يعني لا أدري إن كنت استمعت إلى ما ذكره السيد أسامة الدليل في هذه المداخلة تحدث عن شرائط فيديو وأدلة دامغة تثبت تورط الإخوان المسلمين في الأحداث التي جرت بالأمس أمام مقر الحرس الجمهوري ولكن حقيقة يعني هذه الأدلة التي عرضت أو على الأقل أشرطت الفيديو كانت ضعيفة نوعا ما هكذا يقول الإخوان المسلمون وفي المقابل هم عرضوا أيضا أشرطة يعني تظهر إطلاق نار من قبل الجيش بشكل مباشر على المتظاهرين أيو تفضلي بصرف النظر عن ما يقول حزب الحرية والعدالة إذا كانت هذه الأشرطة أو شرائط الفيديو ضعيفة أو قوية ما تم أمام مقر الحرس الجمهوري فجر أمس كان معد له من قبل وكل التصريحات الصادرة من قبل الإخوان وكل التصريحات الصادرة عن قيادتهم تصريحات الصادرة عن صفوة حجازي كانت تتحدث عن التصعيد وأن هناك تصعيد سوف يحدث وأن الرئيس الشرعي سوف يتم إعادته إلى القصر وقد أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن اتصالا تم بالوكالة من جانب حزب الحرية والعدالة قبل الهجوم على مقر الحرس الجمهوري وقيل للوكالة أن يستعدوا لأن مجزرة سوف تتم وقد أعلنت قناة دريم على لسان وائل الإبراشي هذا وقد أعلنت وكالة الأنباء الألمانية هذا الصور والتسجيلات المصورة التي ستفرج عنها القوات المسلحة قريبا سوف تكشف كل شيء سوف تكشف من اعتلوا أسطح المباني المحيطة بمنطقة الحرس الجمهوري وسوف تكشف من قام بتصنيع قنابل اسمحي لي اعتلوا أسطح البنايات أسطح البنايات لماذا؟ ما الهدف؟ البنايات الهدف إلقاء القنابل الملطوف من فوق أسطح البنايات لتستهدف مقر الحرس الجمهوري وسوف تكشف من كانوا يقوموا بتصنيع القنابل وأماكن التصنيع وسوف تكشف أماكن تخزين الأسلحة كل هذه الأمور سوف يكشف عنها ولجان التحقيق سوف تكشف كل التفاصيل ودعنا نمد الخط البياني على آخرهم هناك سيناريوهان الأول أن تنجح عملية اقتحام مقر الحرس الجمهوري ويدخل المهاجمون إلى المقر ثم لك أن تتخيل ماذا يحدث قوة منظمة ومسلحة ومدربة تقتحم مقر إحدى وحدات الجيش المصري ماذا يحدث فالسيناريو المطروح أن تعلن هذه القوة أنها استولت على المقر وأن الجيش المصري تم تهديده وأن الرئيس المصري عاد شرعيا هذا السيناريو وندخل في قصة أخرى تماما وليتم استدعاء العالم كله إلى مساندة استعادة الرئيس اللي هم بيقولوا عليه رئيس شرعي وكما ذكر ذلك حزب الحرية والعدالة في بيانه الصادر اليوم وهو يستدعي العالم كله السيناريو الآخر هو ما حدث ونحن مع ما حدث أستدمك سيدتي للانتقال إلى أبرز العنوين الصحف الصادرة اليوم مع الزميلة دلولة حديدان ومن بعدها مشاهدين الكرام سنتحدث بالتفصيل عن الشأن المصري موضيع متعددة منها موقف سماحة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأيضا عن تداعيات هذا الاشتباك الذي تحدثنا عنه قبل قليل والذي حصل بالأمس أمام مقر الحرس الجمهوري إذن إلى العنوين مع دلولة حديدان السلام عليكم عن مصر وأحداثها الدموية وحزب البعث السوري وقياداته القطرية كتبت غالبية الصحف البداية مع صحيفة القدس العربية إذ نقرأ في عنوانها الأول مصر الإخوان يعلنوا انتفاضة شاملة والجيش يحذر من نفاذ الصبر عشرات القتل أمام الحرس دار الحرس الجمهوري بعد ساعات من تعهد إحجازي بتصعيد ضخم لتحرير مرسي نقرأ في الصحيفة ذاتها أيضا قيادة قطرية جديدة لحزب البعث السوري والشرع أول المستبعدين استقالة هيتو من رئاسة حكومة المعارضة بعد انتخاب الجربة رئيسا للإئتلاف ونقرأ أيضا ولكن في صحيفة الشرق الأوسط يوم دام في مصر وواشنطن تدين دعوات الإخوان للعنف نقرأ في الشرق الأوسط أيضا قيادة جديدة للبعث السوري واستبعاد الشرع الائتلاف يعرض على الأسد هدنة خلال رمضان وهيتو يعتدر دمشق تدعو الأمم المتحدة إلى إرسال مفتشين إلى النهار اللبنانية التي كتبت عن الوضع المصري في عنوان أول الفجر الدامي يعمق الإنقسام في مصر إعلان دستوري بجدول زمني للمرحلة الانتقالية كتبت في عنوان آخر مشاورات حكومية جديدة في المراوحة البحث عن صيغة تتجنب الفراغ العسكرية ونقرأ فيها أيضا قيادة قطرية جديدة للبعث من دون الشرع والقوات النظامية تحكم الطوق على الخالدية إلى القبس الكويتية التي نقرأ فيها واحد وخمسون قتيلا أمام الحرس والإخوان يدعونا إلى الانتفاضة دماء فوق النيل في عنوان ثاني نقرأ عن الشأن الداخلي فرعيات وحديث متزايد عن شراء أصوات تعينات بالجملة والحكومة توضح بسبب الاستقالات إلى العرب اليوم الأردنية كتبت عن الشأن المصري المتحدث العسكري القوات المسلحة تقتل أعداءها لا أبناءها مصر صدام دموي وحرب بيانات ونقرأ أيضا نسور يؤكد التزام الحكومة بحرية الصحافة والتعبير كما نقرأ أيضا قيادة قطرية جديدة لحزب البعث برئاسة الأسد ومن دون الشرع وعن الشأن الميداني الجيش السوري واصل تقدمه في حي الخالدية بحمص وانتهاء بالوطن السورية قيادة قطرية جديدة لحزب البعث غاب عنها كل الأعضاء السابقين بمن فيهم الشرع الرئيس الأسد الخطوة الأهم هي إيجاد أقلية تتواصل بين القيادات والشعب ونقرأ فيها أيضا الجيش المصري دفعنا عن أنفسنا بعد هجوم مسلحين على محيط الحرس الجمهورية مزيد من التفصيل والعمق السياسي فيما تبقى من برنامج آخر طبعا إذن مشاهدين الكرام كما تابعنا معظم عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم ركزت على ما أسمته صدام دموي أو سيناريو دموي في المستقبل في مصر وهذا ما لا نأمله بكل تأكيد سيدة نور الهدى حتى يفرج أو تفرج القوات المسلحة عن الشرائط والأدلة التي بحوزتها والتي ذكرتها قبل قليل لنسلم جدلا أن ما حصل في مصر كان سيناريو مدبر من قبل جماعة الإخوان المسلمين لاقتحام مقر الحرس الجمهوري وكان هناك أيضا إطلاق الخرطوش واستخدام لبعض الأسلحة وهذا جدلا بطبيعة الحال ألم يكن بمقدور الجيش المصري السيطرة على الوضع دون إراقة الدماء بهذا الشكل الذي حصل لك أن تتخيل إلى أي مدى أبدأ الجيش المصري الكثير من ضبط النفس والكثير من المنطق والكثير من الحكمة والتعاقل وهم يعتصمون منذ أيام أمام مسجد رابع العدوية وهم يقومون بتحريض شهده العالم كله على الجيش المصري وعلى إهانته والحديث عن إسقاطه والحديث عن استدعاء العالم كله كان يستطيع الجيش المصري بوحدة صاعقة واحدة أن ينهي كل الموجودين أمام مسجد رابع العدوية في نصف ساعة ولكنه آثر ضبط النفس القوات المسلحة المصرية والأجهزة السيادية المصرية تعرف تماما أين محمد البلتاجي وأين صفوة حجازي وأين محمد بديع وتعرف أنهم في بدرؤم أسفل مسجد رابع العدوية وتستطيع اقتحام المكان وتقضي على كل الموجودين في نصف ساعة ولكن الجيش المصري لا يريد أن يحولها إلى مجزرة أسماحي لي سيدة نور الهدى أنت تتحدثين وكأن المؤيدين للرئيس محمد مرسي الرئيس المعزول بطبيعة الحال هم قلة ولكن حقيقة هم إن لم يكونوا بالملايين هم بمئات الألاف على أقل تقدير لذلك العنف في هذه الحالة لا يجر إلا العنف ماذا تساوي مئات الألاف ماذا يساوي مئات الألاف في مواجهة 33 مليون مصري قاموا بتصحيح صورة 25 يناير وكانوا في الميادين وفي الشوارع منذ يوم 36 ماذا يساوي مليون واحد مع مرسي 2 مليون فلنفترض هذا جدلا ماذا يساوي مقابل 33 مليون مصري وقعوا على استمرارات تمر نعم وإذا استمرت الحملة أسبوع آخر كنا وصلنا لـ 35 وكنا وصلنا لـ 40 مليون نعم ماذا يساوي هؤلاء نعم وماذا يساوي أيضا قوة إرهابية منظمة تواجه القوات المسلحة المصرية طيب هل رأيت في العالم كله قوة غير القوة النظامية تواجه قوة نظامية وتسمح لها القوات المسلحة في العالم بالدخول إلى مقراتها وتفرش لها السجاد الأحمر وتقول لها تفضلي واقتحمي المكان جيد هل هذا يحدث في العالم كله لا يحدث في العالم كله سيدتي اسمح لي أن ننتقل الآن إلى فقرة الحدث ومن ثم سنتابع هذا الحوار مشاهدين الكرام مع فقرة الحدث القدس العربي هل خسر الشارع منصبه؟ الانشغال بالأحداث المصرية وتحقيق الجيش السوري تقدما على الأرض في جبهات عدة ربما أعطي الرئيس السوري جرعة من الثقة للاقدام على اختيار لجنة قطرية جديدة فالقيادة السورية تعيد ترتيب بيتها الداخلي للإحاء بأن الأمور تسير بصورة طبيعية وقيادة المعارضة في الخارج تنتخب قيادة جديدة تستبعد منها بعض الشخصيات للإحاء أيضا بأنها موحدة وتتحدى محاولات تهميشها حتى من قبل أصدقائها المشهد السوري سواء الذي يمثل النظام أو المعارضة ما زال حيويا ويستعد للعودة إلى الأضواء مجددا وإن كنا نعتقد أن هذه العودة ليست قريبة في ظل انتقال المجازر من سوريا إلى مصر وتزايد احتمالات الحرب الأهلية والفوضى في الأخيرة المصر اليوم سيناء تستعد لموجة هجمات إرهابية قالت مصادر قبلية للصحيفة إن مقربين من نائب مرشد الإخوان خيرة الشاطر يدخون أموالا كثيرة لحث عناصر في سيناء على استهداف الجيش والشرطة والاعتداء عليهم مصادر أمنية أكدت أن قوات الجيش ألقت القبضة على بعض العناصر من حركة حماس بمنطقة القناة وسيناء والتحقيق جار معهم حول مشاركتهم في الاعتداءات وقال مصدر عسكري في سيناء إن الاعتداءات المتكررة على قوات الجيش أثارت حفيظة قيادات الجيش في المنطقة كاشفا وجود خطة أمنية محكمة للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء وأكد أن أجهزة سيادية حددت أسماء بعينها يشتبه في طورتها بهذه الاعتداءات من بينها قيادات تنتمي إلى الإخوان مصر الولايات المتحدة في قفص الابتهام يرى كثير من النقاد أن النفوذ الأمريكي شهد تراجعا في عهد الرئيس الأمريكي بارك أوباما لكن بالنسبة للشارع المصري الولايات المتحدة هي القوة السرية التي تقف وراء كل ما حدث في بلادهم يتهم مؤيد مرسي واشنطن أنها أعطت العسكريين الإشارة الخضراء للسلاء على السلطة فيما يرى المعارضون أن الولايات المتحدة هي التي شجعت الإخوان المسلمين على ممارسة الدكتاتورية وسط هذه الأحداث المربكة والمتسارعة بقيت أمام واشنطن وسيلة واحدة تستخدمها للتأثير على مسار الأمور وهي علاقتها بالجيش كذلك بإمكانها دعم الحكومة المقبلة عن طريق قروض صندوق النقد الدولي لكن لن يكون من السهل ممارسة الضغط على المؤسسة العسكرية التي اعتادت على تهديدات واشنطن بقطع المساعدات إذا لم تلبى مطالبها من دون أن يحصل ذلك إذن الولايات المتحدة في قفص الاتهام كما تقول فينانشل تايمز سيدة نور الهدى هل تعتقدين أنها كذلك؟ الولايات المتحدة منذ البداية كانت حريصة على توصيل الإخوان المسلمين إلى سدة السلطة في مصر وموقف السفيرة الأمريكية باترسون في القاهرة موقف شديد الوضوح وشديد الصراحة بالمولاء للإخوان وحصلت مواجهات عديدة بين مصريين وبين السفيرة الأمريكية لم يكن آخرها ما تم بين سيدات نادي الجزيرة المصرية وسفيرة الأمريكية عندما قالوا لها لماذا تجعلون الشعب المصري يقره الولايات المتحدة الأمريكية وهناك تسجيلات ربما يفرج عنها قريبا أيضا بين السفيرة الأمريكية وخير بالشعب في يد من هذه التسجيلات؟ في يد الأجهزة السيادية المصرية هذا ما رشح من أخبار وما وصلنا من أخبار ربما يفرج عن هذه التسجيلات عاجلا الولايات المتحدة الأمريكية سندت الرئيس وسندت جماعته وسندت تنظيمه الدولي وجماعته السرية حتى الآن هل هناك من معلومات لديك حول مضمون وفحوى هذه التسجيلات؟ لا هذه التسجيلات وصلتنا كصحفيين مثلما وصلت إلى غيرنا وصلتنا أخبارها وليست التسجيلات ولكننا نعرف بشكل عام أن هذه التسجيلات سوف تظهر في العلن قريبا جدا وكلنا نعرف أن اجتماعات كانت تتم في مكتب خيرة الشاطر مع السفيرة الأمريكية وكلنا نعرف أن وفود راحت ووفود جاءت من القاهرة إلى واشنطن وبالعكس وكلنا نعرف أن ضابط مخابرات أمريكي اسمه مايكل جلاسبي وهو ابن سفيرة الولايات المتحدة إبريل جلاسبي في العراق قبل سقوط بغداد وهو مقيم في القاهرة وهو على اجتماعات دائمة واتصالات دائمة مع رموز الإخوان في القاهرة وهناك ترتيبات تتم ولكن وقفة الجيش المصري الذي تعهد بحماية الشعب المصري والذي تعهد بأن يده سوف تقطع قبل أن تمتد إلى شعبه وأن الشعب المصري مداما قام بثورته الشعبية وتواجد بالملايين في الشوارع فليس عليه إلا حماية هذا الشعب موقف الجيش المصري والشعب المصري هذا سوف يفرض على الولايات المتحدة أن تغير موقفها وقد بدأت في تغيير موقفها نعم يعني هناك بوادر برأيك نحو تغيير الموقف الأمريكي خاصة أن هناك تصريح مؤخرا كرد فعل على ما حصل أمام مقر الحرس الجمهوري من قبل الولايات المتحدة تقول فيه أو تدعو فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى الابتعاد عن العنف صحيح؟ هذا يعني مؤشر إيجابي على تغيير الموقف الأمريكي ودعنا ننظر إلى الصورة من وجهة أخرى نحن شعب وبلد وسلطة مسلحة لا تتلقى أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من غيرها نحن اللي بنصنع مستقبل بلدنا ونحن لسنا جمهورية موز تنتظر أن تتلقى أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتغير الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أو غدا عندما تجد الشعب المصري وقد كان يلتف حول قواته المسلحة ولن نكون أجندة أو تنفيذ لأجندة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة طيب ولكن في المقابل سيدة نور الهدى هناك من يقول بأن ما أقدم عليه الجيش المصري القوات المسلحة بشكل عام من عزل الرئيس المرسي لم يتم إلا بعد استشارة الكونغرس الأمريكي وكان هناك اتصالات الجميع تحدث عنها قبل خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بساعات فقط ربما يكون هذا صحيحا وهذا ليس شيئا يعني معيبا ولا شيئا سلبيا نحن في الآخر نحن نعيش في وسط العالم ولكن ألا يوجد تناقض بينما قلته قبل قليل عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حكم الأخوان المسلمين وكان هناك علاقات وطيضة بينهما والآن الولايات المتحدة في نفس الوقت ترغب في عزل الرئيس محمد مرسي الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية تدعم طيب اسمحي لي أنا مضطر عفوا لمقاطعة حضرتك أنا مضطر الآن للتوقف مع فاصل ومن ثم سأستمع عفوا للإجابة منك بالتفصيل من جديد أرحب بكم مشاهدة شاهدين الكرام وأرحب أيضا بسيدة نور الهدى ذكي العضو المؤسس في حزب الدستور المصري التي تشاركنا هذه الحلقة من القاهرة سيدة نور الهدى تفضلي كنت أقول لحضرتك أن الولايات المتحدة في النهاية لا تقف إلا مع مصلحة الولايات المتحدة كانت فيما سبق ترى أن توصيل الإسلام السياسي أو اليمين الديني إلى الحكم سوف يضمن بدايات تنفيذ المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط في المنطقة والذي تكون فيه إسرائيل ومحور إسرائيل تركيا مصر هو المحور الأساسي الفاعل في المنطقة ولكن عندما تغيرت الأمور في مصر وربما يكون صحيحا أن اتصالات جرت بين قيادة القوات المسلحة المصرية وكما قلت لحضرتك من قبل نحن لا نعيش في كوكب لوحدنا وربما يكون هذه الاتصالات وهذا شيء منطقي وشيء جيد ولكن الفارق هنا على أي شيء تجري هذه الاتصالات على أن شعب مصر وقوات المسلحة هو من يقرر مستقبل هذا البلد وعلى الآخرين بما فيهم الولايات المتحدة أن ترتب أوضاعها وفق ما يره الشعب المصري وقواته المسلحة بالعودة لما وقع أمام مقر الحرس الجمهوري هل تعتقدين كما يشاع بأن الجيش المصري وقع ضحية أو في مصيدة الأخوان المسلمين الجيش المصري لم يقع ضحية الجيش المصري أبدأ الكثير من ضبط النفس كما قلت من قبل ولم يقع ضحية لهم سوف تنتهي هذه البؤر الإرهابية وهذه العمليات الإرهابية في خلال أيام وسوف تسترد مصر وجهها المدني وجهها الحضاري قريبا إن شاء الله لم يقع الجيش ولم يقع الشعب الجيش المصري اطمأننا لأن الشعب المصري معه اطمأننا إلى أن ما حدث هو تصحيح لثورة وليس انقلابا ولم يكن انقلابا سيدة نور الهدى اسمحيلي يعني يبدو من خلال العبارات التي تستخدمينها أن هناك نقمة على جماعة الإخوان المسلمين ولكن حقيقة من يقوم بالتظاهر الآن هم جزء وشريحة مهمة من الشعب المصري وليسوا من المريخ من يقوم بالتظاهر أين؟ في رابع العدوية أمام مقر الحرس الجمهوري في ميادين مصر المختلفة يا سيدي في رابع العدوية وفي أمام جامعة القاهرة هؤلاء وهؤلاء ليسوا سوى الأهل والعشيرة الذين كان يتحدث عنهم محمد مرسي طويلا هم أعضاء تنظيم الدول الإرهاب السري هم يعني مناصريهم وأهلهم وأسرهم هم المستفيدون من حكم الإخوان ولكن الشعب المصري عن بكرة آبيه هو ما كان في مدان التحرير وفي ميادين مصر ومحافظاتها وريفها وصعيدها هو ده الشعب المصري من المعين وليسوا هذه القلة القليلة هؤلاء ألم يكونوا شركاء لكم في ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ التحقوا بنا يوم التاسع والعشرين ولم يكونوا معنا أبدا منذ يوم الخامس والعشرين كنا لوحدنا في الشوارع وفي الميادين خمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين يناير وكانوا يتحسسون البصلة إلى أين تتجه هم من حرموا الخروج على الحاكم هم من تحرم أدبياتهم والثورات هم من تعاملوا مع مبارك ومع ابن مبارك ومع أجهزة مبارك وليس نحن هم من التحقوا بالثورة وهم من تفاوضوا مع عمر سليمان ومع أجهزة مبارك ومن ذهبوا إلى أحمد شفيق وعمر سليمان هم من تحدثوا عن شرعية البرلمان ونحن ما زلنا في الميدان هم من خرجوا يحتفلون بالثورة ونحن ما زلنا في لبس الحدار سيدة نور الهدى وهم أيضا يقولون عكس هذا الكلام كليا ولكن يتحدث البعض عن نية الجيش المصري فرض حالة الطوارئ في بعض الأماكن التي يتجمع فيها ويتظاهر فيها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي منعا للاحتكاك بهم هل لديك معلومات مؤكدة أو شبه مؤكدة حول هذا الموضوع؟ يعني لدينا معلومات كما تقول هي شبه مؤكدة أننا سندخل على مناطق يتم فيها حظر التجوال مناطق انتقائية للحيلولة دون انفجار الموقف أكثر من هذا وهذا سوف يكون أمرا منطقيا جدا حتى يكون الموجود بالشوارع هو من يخترق حظر التجوال وحتى يكون التعامل مع الموجود في الشوارع وفي الميادين وفق القانون ووفق السلطة التي تمنحها سلطة حظر التجوال ووفق السلطة التي يمنحها القانون مربما يحدث هذا إذا تفجرت الأمور أكثر من ذلك خاصة أن بيان حزب الحرية والعدالة الصادر اليوم يستدعي العالم عمرك شفت حزب أو تنظيم أو جماعة تستدعي العالم أن يتدخل في دولته هل نستدعي الناتو هل نستدعي الأمريكان هل نستدعي المارينز هل نستدعي الأسطول السادس نستدعي العالم كي يتدخل في مصر هم يسحفون زحفا إلى قدرهم المحتوم هذا القدر المحتوم ليس له إلا معنى واحد أن هذه الجماعة الإرهابية إلى زوال وسوف تنتصر الدولة المدنية المصرية دعينا نتحدث قليلا عن الحوار ومفاوضات الجارية حاليا حول خارطة الطريق السياسية التي وضعتها القوات المسلحة بالاتفاق مع بعض القوى المدنية والليبرالية والدينية أيضا المعارضة لحكم الإخوان المسلمين كيف تقيمين دور حزب النور السلفي حاليا يعني أنا شخصيا حانقة جدا وغضبة جدا من هذا الموقف الذي يتم فيه التحايل على حزب النور حزب النور شريكا طوال الوقت لحزب الحرية والعدالة حزب النور كان أدائه في البرلمان تخديما على حزب الحرية والعدالة حزب النور أراد أن يدخل في محاصصة سياسية على حزب النور أن يفعل ما يشاء ولكن لماذا تتم الاستجابة إلى حزب النور هذا؟ هو لم يكن لا شريكا في صورة يناير ولا شريكا في تصحيح صورة يناير بـ 30-6 ولا شريكا في تمرض ولكنه كان قائدا حمل التجرد التي كانت تستهدف ضرب حمل التمرض التي أتت بالتصحيح إلى مصر لم يكن موقعا على استمارات تمرض أخرى حزب النور وعناصر الموجود في ربعا العدوية هناك يعني العديد من المحللين يقولون نفس الكلام الذي تقولينه حضرتك ولكن هل من المفيد حاليا إقصاء حزب النور وهو حزب سياسي موجود على الأراضي المصرية إقصاءه من المشهد؟ يعني إحنا بنشتغل صورة ولا بنشتغل سياسة إذا كنا بنشتغل سياسة فقد يكون من غير المفيد إقصاء حزب النور وإظهار في الصورة وفي المشهد السياسي دائما كما تم استدعائه إلى الاجتماع الذي تم إعلان بيان قيادة القوات المسلحة الثاني فيه إذا كنا بنشتغل صورة فإن الصورة لها إجراءتها ولها حسابتها ولها أن تقصي من تقصي وأن تستدعي من تستدعي حزب النور لم يكن معنا منذ البداية أنا لا أعرف لماذا الحرص على حزب النور حتى هذه الساعات وحتى هذه اللحظات ربما يكون هذا إجراءا سياسيا حكيما يعني ربما لكني لست بالمرة مع هذا الإجراء ومع استدعاء حزب النور إلى المشهد السياسي طيب اسمحي لي أن ننتقل إلى فقرة إقرأ إسرائيل ومن ثم سنتابع هذا الحوار معك سيدتي إقرأ إسرائيل هارتس إسرائيل للولايات المتحدة لمواصلة مساعدة الجيش المصرية طلبت الحكومة الإسرائيلية من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية عدم المس بالمساعدة التي تبلغ قيمتها نحو مليار ونصف مليار دولار والتي تمنحها للجيش المصري بحسب تصريح موظف كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة ففي أعقاب الانقلاب العسكري في مصر الأسبوع الماضي جرت مكالمات هاتفية ماراتونية بين واشنطن والقدس موظف أمريكي كبير قال إن المكالمات الهاتفية هدفت إلى تنسيق المواقف والرسائل بين الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء الأزمة في مصر إسرائيل هايوم في القدس ينفون عبدربو لم يلتقي نتنياهو هل أدار الفلسطينيون في الأوينة الأخيرة مفاوضات مباشرة وسرية مع رئيس حكومة بن يمين نتنياهو في بيته؟ سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربو قال إنه لا يمر أسبوع من دون أن تجري مفاوضات مع إسرائيل كنت في أكثر من عشر لقاءات سرية مع مستشار نتنياهو والتقيت نتنياهو نفسه في منزله مكتب رئيس الحكومة نفى أمس هذه الاعتداءات وأوضح أنه تبذل الآن جهود لاستئناف المفاوضات بصورة مباشرة وفورية من دون شروط مسبقة معارف إسرائيل اضطرابات العالم العربي قد تزعزع وضع الأردن الغليان الإقليمي وصل إلى المملكة الأردنية وشمل السكان الفلسطينيين الوضع الاقتصادي رديء مئات آلاف اللاجئين السوريين في شمال المدينة يثقلون كاهل النظام فهل يصمد الملك عبدالله طويلا؟ أمر ليس مؤكدا سقوط النظام الهاشمي قد يكون أكثر من كابوس لأن الجيش الإسرائيلي سيضطر لإرسال قوات عديدة إلى الحدود الشرقية الطويلة لإسرائيل هذا قبل أن نتكلم عن انعكاسات سيناريو الخوف عما سيحدث في الضفة الغربية وعن تحول أراضي الأردن إلى منطقة لا يمكن التحكم بها أي جنة عدن لمنظمات الجهاد العالمي كما سيناء وجنوب سوريا ورغم ذلك فإن خطر سقوط النظام الهاشمي ليس واقعيا على الأقل في الوقت الحالي سيدة نور الهدى أيعقل يعني أنه بعد عزل الرئيس محمد مرسي مباشرة استفاقت القوى الأمنية وحتى القوى المدنية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين واتهمت الإخوان بأنها جماعة إرهابية تحاول تدمير البلد وهناك مخططات وهجمات إرهابية في سيناء وأيضا هناك أسلحة وذخائر موجودة في مقراتها أين كانت الاستخبارات المصرية قبل ذلك؟ الاستخبارات المصرية في النهاية هي جهة جمع معلومات وليست جهة اتخاذ قرار سياسي وليست جهة قيادة عندما تقدم رئيس الاستخبارات المصرية إلى محمد مرسي في العام الماضي في أغسطس أو ربما في أغسطس بأن هناك معلومات عن قبل أغسطس بأسبوعين يعني منتصف سبتمبر وتقدم بمعلوماته عن التجهيز لمجزرة في رفح وحتى أن إسرائيل طلبت من مواطنيها أن يغادروا سيناء أخذ محمد مرسي هذه المعلومات ولم يفعل شيئا وعندما أعلن محمد موافي أنه تقدم بالمعلومات قبل المجزرة أقاله الرئيس تمت إقالة رئيس الاستخبارات السابق فعندما سأل الصحفيون محمد موافي لماذا لم تبادر بتقديم هذه المعلومات قال قدمت هذه المعلومات وتمت إقالاتي هذا وتم زبح السبعتاشر مصري السبعتاشر جندي مصري في يوم 5 أغسطس السبعتاشر رمضان في رفح بعد ذلك العملية نصر التي بدأ الجيش المصري يقوم بها في سيناء الذي أوقفها هو محمد مرسي نفسه فالمعلومات متوفرة والأدلة متوفرة لكن الرئيس ومن أخرجهم من السجون من العناصر الإرهابية كان لهم طريقا آخر وكانت لهم بصلة أخرى وأجندة أخرى طيب كيف تبعت تصريحات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الأمس يعني ما يقلقني فقط في تصريحات الدكتور الطيب ونحن هنا في مصر نكن له احتراما وتبقيلا كبيرا أنه قال أنه قد ربما يجلس في بيته أو يعتزل اعتراضا على الحالة التي تمر بها مصر الحالة التي تمر بها مصر لا تستجعي الاعتزال ولا تستجعي البعد ولكن تستجعي الشفافية والمعجهة والتوعية مطلوب من شيخ الأزهر أن يوجه نصحه وأن يوجه كلماته إلى هؤلاء الذين يعتقدون أن ما يقومون به من أعمال إرهابية ومن الهجوم على القوات المسلحة المصرية ليس هو الطريق إلى الشهادة وليس هو الطريق إلى الجنة ولماذا يقبلون على الموت على الموت من أجل ماذا؟ من أجل رئيس غير شرعي ومن أجل رئيس قام شعبه بخلعي وقام شعبه بعزلي لماذا يقبلون على الموت وعلى إراقة الدماء؟ نحن نحتاج إلى شيخ الأزهر كما نحتاج إلى البابا تودرس أن يقوم بتوعية وتوجيه النصيحة إلى هؤلاء الشباب المخدور بهم المخدوعين بهذه التروهات وهذا الاهتراء السياسي وهذا الاهتراء عن الشهادة وعلى عليهم أن يوصلوا لهم أن هذه الدماء النجيبة الدماء الزكية ما كان لها أن تهضر هكذا أبدا برأيك ألم يخطئ الدكتور الطيب عندما تدخل في السياسة بهذا الشكل خاصة أنه تدخل لصالح طرف على طرف آخر؟ عندما يتدخل لصالح هذه الجموع الهادرة من الشعب المصري عندما يتدخل لصالح 33 مليون مصري كما قالت CNN ونحن نعرف ما هي CNN عندما يتدخل لصالح إرساء دولة القانون ودولة المؤسسات في مصر هو لم يتدخل في السياسة بالعكس هو كان موجود كما كان موجود البابا تودرس ولكن كان هناك من يريد وجهة أخرى وبصلة أخرى لمصر لم يخطأ شيخ الأزهر عندما كان موجود مثله مثل البابا مثله مثل ممثل حزب النور مثله مثل رموز المجتمع المصري المدني كله الذين كانوا جلوس أثناء القاء الفريق السيسي لبيانه الثاني وحدث بعده ما حدث الكاتب المصري الكبير السيد فهمي هويدي يتحدث في مقال له اليوم في إحتاء الصحف العربية أن ثلاثة سيناريوهات ربما ستكون هي السائدة في مصر إحداها سيكون السائدة في مصر في المستقبل إما السيناريو الجزائري وهو معروف يعني أن تتجه حركة الأخوال المسلمين أو التيارات الإسلامية إلى العمل العسكري ضد النظام وهذا ما حصل في الجزائر بعد عام 91 من القرن الماضي أو السيناريو الروماني وهو الذي حصل عام 89 وإطاحة بحكم الرئيس شاوشيشكو أو السيناريو التركي أي سيطرت الجيش على المؤسسات السياسية ويقول أن السيناريو التركي هو أقرب إلى التطبيق في مصر حاليا ما رأيك بهذا الكلام؟ يا سيد فهمي هويدي لن يسود في مصر إلا السيناريو المصري دعك من هذا ظل الأستاذ فهمي هويدي مع تقديره له لشهور طويلة يكتب بما يعني يبروز ويؤطر وجود الجماعة الإرهابية وحزبها حزب الحرية والعدالة نعم اسمحي ليس دفاعا عن الرجل ولكن للأمانة فقط أنه كان يكتب الرجل باعتدال وأيضا كان هناك انتقاد من قبله لبعض ممارسات حركة الأخوان المسلمين في السلطة كل الانتقاد وكل الاعتدال كان في النهاية يصب عند الإخوان ولم يكن يصب أبدا عند المجتمع المدني المصري فيما يتعلق سيدة نور الهدى فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته عليك هل تعتقدين أن السيناريو التركي يمكن أن يطبق أم أنه هناك سيناريو مصري خاص بالشعب المصري لن يكون لدينا السيناريو التركي ولا الروماني ولا الجزائري سوف يكون في مصر السيناريو المصري وسوف يعلم المصريون العالم كيف تصنع الأمجاد السيناريو المصري الذي تكون فيه دولة وطنية مدنية ديمقراطية حديثة يرعاها المؤسسات المدنية ويكون فيها الجيش المصري حاميا للأمن الداخلي وللأمن الخارجي ظل الجيش المصري بعيدا طوال السنة الماضية وظل عبد الفتاح السيسي يعلن مرارا وتكرارا أنه بعيد عن التورد في الممترك السياسي ولكن عندما نزل الشعب بالملايين لم يكن أمام القيادة القوات المسلحة المصرية إلا حماية هذا الشعب في هذه الثواني الأخيرة سؤال أخير لو سمحتي ما مصير الحوار الوطني بعد هذه التطورات خاصة الاشتباكات أمام مقر الحرس الجمهوري تفضلي أريد أن أقول لك لا حوار ولا تسامح ولا صلح مع إراقة الدماء على الأرض لتتوقف الدماء وليعلن من قاموا بتفجير هذه البحور من الدماء ومن حولوا سينة إلى تورا بورا ومن خرجوا من السجون ومن استهدفوا مع أسكرات الأمن المصري والقوات المسلحة ومن قتلوا جنودنا السبعتاشر ليعلن الأول توبتهم وبعد كده نبدأ في الحوار شكرا جزيل الشكر السيدة نور الهدى ذكي عضو مؤسس في حزب الدستور المصري وبطبيعة الحال نأمل كل خير لمصر ولشعبها مشاهدين الكرام أشكركم أيضا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة